اهلا بكم بعد ما امنا بنه اسرائيل من فرعون واتباعه لم يكن لهم كتاب ولا شريعة ولا منهاج فوعظ الله موسى في مكان محدد وفي زمان محدد في سينة ان يلزل عليه الطورة دفع واحدة فقال لهم موسى اني ذاهب لمقاط ربكم اتيكم بكتاب فيه بيان ما تؤتون وما تذرون واستخلف هارون عليه السلام على بني اسرائيل وقال لهم اطيع هارون عليه السلام واعلم موسى بني اسرائيل ان الموعدة سوف تكون لمدة ثلاثين ليلة وصم موسى عليه السلام لمدة ثلاثين يوم متصل ليل ونهار وطبيعي ان رائحة الفم ستتغير بالصيام وكره موسى عليه السلام ان يكلم ربه بهذه الرائحة فتناول شيء من نبات الارض ومضغه فقال الله عز وجل وهو اعلم لما افطرت فاجاب موسى يا رب اني كرهت ان اكلمك الا وفمي طيب الريح فقال الله عز وجل اوما علمت يا موسى ان ريحة فمي الصائم اطيب هندي من ريحة المسك ارجع حتى تصوم عشرا ثم اتني ففعل موسى عليه السلام ما امر به كلنا نعرف طبعا ان سورة البكرة سورة مدنية وقبل نزولها نزلت سور مكية زي سورة الاعراف وصورة طه حكت لنا التفاصيل الدقيقة لهذه القصة وعلشان كده ذكرت الاربعون ليلة اجمالا في سورة البكرة وجاءت تفصيلا في سورة الاعراف قال تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليلة وكان بني اسرائيل قد استعاروا حلية من آل فرعون ولم يعيدوها حين خرجوا من مصر وكانت لا تحل لهم وكان كمان من قدر الله عز وجل ان مع بني اسرائيل رجل منافق اظهر الاسلام رجل خبيث النفس يدعى السامري وكان يعمل صائغا وكان لماحا ابصر ان موضع حافر الفرس الذي يمططيه جبريل عليه السلام يخضر في الحال فاخذ خلصة قبض من اثر الفرس وحفر بني اسرائيل حفرة وقذفوا فيها الحلية التي كانت معهم والقى السامري فيها ما كان معه من اثر الفرس واستطاع السامري الصائغ ان يخرج لهم من ذاك عجلا جسدا لا روح فيه وله خوار ما يسكتش بقى قال لبني اسرائيل هذا الهكم وإله موسى وكان موسى قد تأخر على بني اسرائيل فظنوا انه مات وعبدوا العجل واذ وعدنا موسى اربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون واذكروا يا بني اسرائيل نعمتنا عليكم حين وعدنا موسى اربعين ليلة لانزال التوراة هداية ونورا لكم فاذا بكم لا تصبرون على غيابه هذه المدة القليلة وتجعلون العجل الذهبي معبودا لكم وانتم صنعتموه بأيديكم وانتم بذلك ظالمون ظلما عظيما بشرككم وظالمون لانفسكم بالمعصية تقرأ هذه الاية الشريفة على كراءتين صحيحتين اول كراءة كراءة اثنى كراءة حفص عن عاصم قال تعالى واذ وعدنا موسى اربعين ليلة خلي بالك من وعدنا وهناك ايضا قراءة اهل البصرة دون مد واذ وعدنا موسى اربعين ليلة يترى ايه الفرق بين وعدنا ووعدنا وعدنا لها شروط اول حاجة لازم تكون بين طرفين وتاني حاجة لازم يكون في تحديد للزمان والمكان اما وعدنا فبدون تحديد مكان ولا زمان زي في قوله تعالى ان الله وعدكم وعد الحق فلله الوعد والوعيد مين هو موسى هو موسى ابن عمران ابن لاوي ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم السلام واصل كلمة موسى كلمة كبتية هيروغلوفية وكانت موشى وبعد كده تم تعريبها الى موسى مو معناها الماء وشاء الشجر والسبب في التسمية انه وجد بين الماء والشجر عند بيت اهل فرعون اهم حاجة في الاية الكريمة ان التعرف على العقيدة الصحيحة هي مسئوليتي ومسئوليتك تجاه نفسك واهلك واصحابك وكل اللي تعرفهم وفساد العقيدة هو اللي خلى بني اسرائيل بعد نجتهم من ايل فرعون وغارك ايل فرعون ودي معجزة عظيمة ووجود نبيين كريمين سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا هارون عليه السلام وبعد كله يعبدوا العجل وهاهم الخلف سائرون على نهج السلف فلم يؤمنوا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رغم وجود علامات ودلالات نبوته في التوراة نجد ان السنة مرتبطة بالقمر وبالليل عند المسلمين وعند بني اسرائيل فنجد ان العرب وتحديدا البدوء ماهرون جدا في تحديد التاريخ بالنظر الى القمر طبعا كلنا عارفين ان التوراة انزلت دفع واحدة على سيدنا موسى في سينة بينما القرآن نزل منجما حسب ما تقتضيه الحالة والظروف واخيرا التوراة الموجودة اليوم حرفت وليست هي التوراة التي انزلت على سيدنا موسى عليه السلام بينما القرآن الكريم محفوظا بعناية الله عز وجل جزاكم الله خيرا